ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق أنا أتوقف أنا أتوقف وهذا شيطان أخرس إذا توقف توهم الناس أو يتسلم الناس مخلوق لابد من البيان رد يعني هم قالوا مخلوق وأنت توقف معنى هذا أنك تأيدهم لكن ما تصرح ما تصرح بي فلا يجوز التوقف في هذا التوقف في هذا ما يجوز وهذا مذهب الوقفية اللي يقولون نتوقف هل نقول مخلوق ولا غير مخلوق وهذا معنى كتمان لبيان الحق ويعطي احتمالا لقول الجهمية يعطي احتمال لقول الجهمية أنه صحيح حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف فالذي يشك في أن القرآن غير مخلوق الذي يشك في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف هذا جهمي هذا جهمي لكنه يتستر وإلا لو كان ليس جهميا لصرح قال له القرآن غير مخلوق لكنه يتستر بالتوقف وإلا هو في الحقيقة جهمي جهمي بل الجهمية يمكن أحسن منه لأنهم صرحوا وعرفوا مذهبهم وهذا يخدع الناس يخدع الناس في أنه متورع في أنه متورع ولا يقدر على القول بهذا الأمر فالناس يقولون الله هذا متورع ما دخل في الموضوع ألا ما يكشف التوقف فلابد من التصريح ببطلان هذا القول أما ليتوقف هذا موافق للجهمية لأنه لو كان مخالفا لهم لصرح بمخالفتهم نعم ولا تقول ولا تكفي القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفطح نعم كما قال جعلهم من أتباع الجهمية لأنهم لو لم يكونوا من أتباع الجهمية لما توقفوا بل صرحوا بل صرحوا بذلك وردوا على الجهمية نعم